صباح الخير متابعين الكرام اهلا وسهلا بكم اسبوع جديد اربعتاشر نوفمبر الفين وتعالى عشرين مع اهم البيانات الاقتصادية منتظرة لهذا الاسبوع بالاضافة الى نظرة عامة على الاسواق. اسبوع ده يعتبر اسبوع مهمة جدا لان احنا منتظرين ارقام التضخم. ارقام التضخم من امريكا من بريطانيا من بعض الدول في الاتحاد الاوروبي. ده يعتبر شيء مهم جدا او او معشر اسعار المستهلكين. معشر التضخم سميه زي ما سميه هو في الاخر بيعكس الوضع الحالي. نبدأ مع امريكا النهاردة عندنا معشر يا جماعة بيجي اما على اه من شهر لشهر او من سنة لسنة. يعني مسلا يقول لك والله السنة اللي فاتت كان في شهر تسعة كان اعمل كزا. او من تسعة لعشرة او من عشرة لحداشرة. فمسلا شهر تسعة بيسمع في عشرة. يعني شهر تسعة نتائجه بتطلع في عشرة. شهر عشرة نتائجه بتطلع في شهر اه حداشرة. فاذا احنا منتظرين نتائج شهر عشرة. فلما انقرن دلوقتي هنقرن نتائج متوقع بتاعة شهر عشرة. اه بشهر تسعة اللي هي ظهرت في شهر عشرة. عشرة هيظهر في شهر حداشرة اللي احنا فيه للوقتي. فالمؤشر زي ما قلت اه بينقسم الى شقين في واحد بيعمل مسلا ده بيعمل لاسعار الغذاء والطاقة او بيستثني اسعار الغذاء والطاقة لا يتضمن اسعار الغذاء والطاقة وفي العادي اللي هو بيبقى فيه اسعار الغذاء والطاقة لكن ده بيبقى شوية او بيبقى فيه يعني شوية حركة تذبذب بسبب آآ التغير السريع آآ والدائم لاسعار الغذاء والطاقة. فعندنا على سبيل المسال آآ لشهر آآ تسعة اللي هو ظهر في شهر عشرة اللي احنا هنقرنه بآ آآ حداشر اللي هو عشرة اللي هيظهر فيه حداشر بنتكلم في آآ التوقع ان هو صفر فاصل اتنين آآ في المية آآ ده التوقع بتاعه بتاع شهر عشرة مقارنة بآ آآ شهر آآ شهر اللي قبله اللي هو صفر فاصل اربعة في المية فخينا نقول ان هو في آآ انخفاض في آآ قيمة او رقم المعشر ولكن انخفاض ده جاء على حساب آآ حساب انخفاض اسعار الطاقة آآ ولو روحنا هنا هنلاقي ان سابت زي ما هو ما فيهوش تغيير آآ لان ده لا يتضمن اسعار الغذاء والطاقة فده الحقيقي بالنسبة لي فبالتالي ما فيش تغيير آآ كبير موجود آآ ولكن خلال نقول ان القراءة ديت اللي هي بتاعت اللي هو اللي هو يتضمن اسعار الغذاء والطاقة خلال نقول ان القراءة بتاعته تعتبر يعني هي الاقل آآ في اربع شهور تقريبا وزي ما قلت ده بيرجع الى انخفاض اسعار الجازولين آآ او الطاقة فبتلع ادى الانخفاض المعشر عندنا برضو آآ خلال نقول آآ يعني بعض المعشرات الاخرى الهمة آآ زي مثلا الجاية من امريكا اللي هو او مشرق اسعار المنتجين المشرق ومبعات التجزيع على سبيل المسال الحاجات دي كلها جماعة يعني آآ مهمة جدا مهمة جدا 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 بالتضخم آآ وبتعكس الوضع بشكل كبير جدا. ده بالنسبة لامريكا شايف ده اهم شيء الاسبوع ده عندنا من التحال الاوروبي برضو بعض الدول هتعلن عند ارقام وتصدر ارقام او او ايطاليا وفرنسا آآ يعني الكلام ده الاربع والخميس وعندي برضو بريطانيا آآ بريطانيا هنا يوم الاربع برضو آآ فدي تعتبر اهم حاجات طبعا من التحال الاوروبي يوم الجمعة دي تعتبر اهم الحاجات اللي احنا منتظرينها الاسبوع ده بالاضافة الى بعض الخلاق او البعض الاحاريث من اعضاء الفيدرال الامريكي هيبقوا هما او التركيز الرئيسي لهذا الاسبوع هناك على ارقام التضخم هناك على ارقام بعد التجزئة على على او الانتاج على اه ارقام المنازل كمان الحاجات دي هتبقوا مهمة جدا اسبوع ده. تعالنا انتقل بعد كده الى الشق الفني على الرسوم البيانية. عندي هنا نبدأ مع اليورو مقابل دولار امريكي. آآ بيبدأ يعمل او تعافي مرة تانية وبيصعد الى واحد فاصل صفر اربعة خمسين واحد فاصل صفر سبعة واحد فاصل صفر سبعة خمسين اسف. واحد فاصل صفر سبعة سبعين. المنطقة اللي فهو دي يا جماعة اعتقل بشكل كبير جدا ممكن تكون يعني منطقة جيدة لآآ يعني دخول بيع مرة اخرى منطقة دي. اهي ارتد منها قبل كده ممكن ارتد تاني ده البيز بتاعي هنا. بص هو يعني هو ممكن يكسر كده يجي عند المنطقة دي كده تاني ويرجع يبدأ يحصل فيه عملية عملية بيع تاني. مش عند القمة لأ عند المنطقة دي كده تحليل. منطقة دي. يطلع شوية يعمل قعدة بعدها ينزل تاني وهكذا. فاعتقد على الارجح مبدئيا واحد فاصل صفر سبعة سبعين واحد فاصل صفر سبعة خمسين هو المحطة الرئيسية بالنسبة لليورو دولار. محطة المتابعة لو استمر تحتها هنشوف هبوط لو كسرها يطلع ان شاء الله لوحد فاصل صفر تمانية. آآ ممكن اقول ستين سبعين تقريبا. طيب 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 بعدك انا نتقل الى الاسترليني. اهو بالمنزر ده كده عندي الاسترليني هنا اتداول داخل قناة السعرية صعادة بيأميل الى الصعود الحد الاعلى عند واحد فاصل آآ اتنين تلاتة او واحد فاصل اتنين اربعة تقريبا من هنا ابدأ ان انا ركز على السوق واشوف ايه ممكن يحصل في المنطقة دي عشان بعدها احتمال ندخل بيع احتمال ندخل بيع من هذا المستوى ويحصل فيه هبوط هنا من المنطقة دي. هنا كده. فدي تبقى المحطة الرئيسية بالنسبة ليه الاسترليني. ده بصي برضو على الليرة التركية بدأت فيها الصعود. اتكلمنا مرارا وتكرارا عن آآ ان الدولار شهادة جئ مت جدا قدام الليرة التركية فاعتقد ان هو مرجح من مرجح ان هو يعني يعني يستكمل صعوده الى مستوى التسعة وعشرين قريبا. آآ الدهب. الدهب طبعا بعد الهبوط العنيف اللي حصل ده. فقط بريقه آآ مؤخرا. هنا. المنطقة دي هو تاني اعلى الف وتسعمائة وتلاتين شايف له آآ ممكن شوية تسعود الى الف وتسعمائة وستين تقريبا ان شاء الله عند المنطقة اللي فوق دي. بشارط ان هو يستمر اعلى الف وتسعمائة آآ تسعة وعشرين. يكسر الف وتسعمائة وتسعمائة وعشرين آآ ممكن نشوف الالف وتسعمائة واربعتاشر والالف وتسعمائة على اقل تقدير. آآ نبص برضو على آآ نازدك هنا نازدك يا جماعة لما كنا لو تفتكروا يوم الجمعة لما عشرنا الى الخمستاشر مئة ستة وتمعين وقلنا اعلى هذا المستوى صعود. انا شايف ان الزوج احتمال كبير جدا يستكمل استكمل صعوده هنا. طول ما هو اعلى هذه المنطقة اللي هي خمستاشر الف ربعمية آآ تمانية واربعين تقريبا. ممكن هو يطلع الى الخمستاشر ستمائة وخمسين. الخمستاشر آآ سبعمية خلال الفترة القادمة ان شاء الله. بس كده اتمنى يا رب تكون استفدتم من هذا التحليل. شكرا لكم على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.